نروح للمريم للأم الآن لأنه مريم ما شاء الله عليك الحمد لله رب يرسقك بزوج ورسقك بطفلة صغيرة ماذا بنا تحكي منها على هذه الفترة تعال حمل الفترة على الولادة كيفاش كانت بالنسبة للمريم نحكي لك قبل الحمل مرض كوفيد وأنا عندي بزافة مرض ومقبل قتلك عندي بزافة مرض ما عنديش مرض واحد عمرة تعي أطرو على الأعضاء سخطو سخطو القلب كيف مرض كوفيد سما قاسني بزاف وحد قلب شهرين هكا كباش ببريت كي بريت كنت عم بالي مرض واحد واخر ولا كان عندي آلام وحطل طبيبا قتلك عنسانت ما جاء جاءت حاجة كما قلتي مقبل كي تجي حاجة سلبية تجي مع حاجة إيجابية ويش ديرتها في بالك كيفاش كان أحساس مريم كي قاتل على كي أنسانت شوفي أنا من القبل كنت حضرت مع الأطيباء تعي أكيد لازم تتقسيهم باش تعرفي بش كوني على بالك وكمل كانوا يقولوا لي لازم تديري في بالك مرتعك سعي من قديش تعرفي وكمل صح ما أخفش ما كنتش خاف أمي جو سلموا العائلة تعك الوالدة الوالدة ربما الزوج ما كاش عنهم الخوف أنه كاش ما يصارك بعيد شرون تي أنسانت كامل فترات على الحملة وهما خايفين وزاد علي شفية الحل مرت فترات على الحملة وزاد قبل ما دكتع قلبي زاد كلش زاد سكر كلش كنا نروحوا قدري تقولي بارك ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع في المستشفى وما داتك في الآخر تعل الحملة دخلت للمستشفى هسبيتاليزي كواساس آوريسك اللي عندهم أمراض ولا لازم يدخلوا باش يعسوا الأم والجانين وحمدو الله زادت قبل الوقت وشحال؟ خمسة وثلاثين ناس معنا زادت خمسة وثلاثين أو سبعة تقريبا دخلت من شهر تقلت من شهر وي قد سبعة شهر أيام اللي أول قالوا لي كي شفوا هذك المشكلة تعقلت لك تعالقلب قالوا لي قادر أنك تزيدي تزيدي قبل الوقت ديرها في رأسك وكيما وصلنا وصلنا وإن شاء الله تسلكونتي أنا كنت نهضر معاها بزاف نقول لها نهضر معاها نقول لها لخافي نقول لها متخافيش نقول لها معاك نقول لها ما يصلك والو بعد الحمدو الله مام هذك السمانة تعالوبيتال الخراج جيس قبل ما زادت في المستشفى هذك كي تكوني معاها تعقوسة أو غيسك ولا مات وحدك مكاش واحد مش كيما مستشفى وحده أخر يقدر يكون معاك بالك كارض ما علاد ولا لازم تكوني وحدك وبالك تلت مرات في اليوم تسمعي قل بتاع الجانين تاعك لك مع الأخر ما كانش ملاحة هي على جل المشكلة تاعي خاف ويصار لها كيما أنا بس كتقدر الأمة تتمد المرض تحها الجانين تحها كل ما تكتشوفي بلي ما طبابا تشوفي بصح ما لازمش تخافي ولا تقولي كاي ما يصارا كايين نساء اللي كانوا معنا وكايين نكتشوفي لهم نعرف حكاية بزاف لي ما قدروش يوصلوا للحلم دحهم ربي يعافضهم مشاء الله أمين يا رب أنا لكي نهضر على هاد سوجين نهضر على روحي بس هنهضرتين عليهم فس كيهم تحسي بيهم خصوصا كي عندك الجمعية والجمعية ديها تكفلي بيهم من قاعد الجوانب كيما قولنا أحفلنا على مرحلة على الولادة وش سنالها مليين في الولادة قدرت قولي أورجونس بس كي خلاصة كانت بزاف قعدت بزاف هكا كلي قلبت حم بزاف هابط ما نزمش يخلوها هكذاك ما مكوش ديرها في بالي أنا كانو كاندي بزاف أمراض وبزاف حساسيات كنت لازم نجوز على قال أطيباء باش كل واحد يقول كيفاش أما هي الحاجة ينقدرو نسلكو فيها للزوج بعد كي جاءت دكتاء أورجونس شغل تزربنا لازم يديروش لازم يديرو في فترات صغيرة مليين عندها حساسية حتى من المتخدير يعني حتى من الانستيزي وقال بابك يخاف ويرقدوك كامل بس كباب متعود شنو دي والسكر يحبطو وكيفاش مليين مدت لا الانستيزي دارو الانستيزي في صح واحد الانستيزي مشي بزاف في الوقت ومشي بزاف قوية كنت نحس شوية صح كانت تهضر معايا كانت دائرة هذيك الشون كانت تهضر معايا منه كانت قولي على بالي بالي كنت حسي شوية صح لازم لازم تصبري ولازم ولازم كانوا يقيسوا في القلب لازم كل حاجة تكون باش نقدر ونسلكو انا ويا مدت في الاعلم نتقبله ونحمله وش داري ومليا موش كانت تخمى في هذيك دقيقات تعالو الولادة وهم يقولها لازم تتقبلي لازم تتحملي أصدر هي وش كنت تستمعي ما شفي ما تقضيش في هذيك الوقت تخمي ولا تقبلي ولا تحملي ولا لازم لازم تخمي في حاجة اخرى لازم تخمي في الهدف ولازم تنسي وانت نصيل بزاف لا بيوبسي نقعد نخمى نقعد نقارغوا الان نخمى في حاجة واحده اخرى من تحرك حاجة كنت تخمي بيبينة ودها ومفرح بها